السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة قينسي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته الحاجة لله رحمه والديني. راني شوية افطر شوية مريضة. اشترك اخي محمد. اعطى او الله. ادي لابان اشي الف عين و خمسة وانا كنت ساعة ملدو. الله يشافيك ويعافيك اخويا. اللهم امين يا اربيع امين. انا اتزاده شوية راني مزيال. الله يشافيك. اندي على الخوف ولا افطر. الخوف? اه الخوف شوية. لا اله الا الله خويا. الله يشافيك سيدي محمد. الله يشافيك. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا سيدي محمد هذا هو مرض العصر. مرض العصر هو مرض الاعصاب. العصر الحالي هو عصر الذرة وعصر المجرة وعصر التكنولوجيا وعصر نطحة السحب وعصر الاكتئاب بامتياز. العصر السابقة كانت عصر بسيطة لكن مستوى الاعصاب كان محدود جدا. عصر نصر هكذا. الله احفظ الجميع يا ربي يا كريم. الاسباب متعددة. كيندي مصاب بالعين. وكين اللي هو مشكته الاساسية غير عنده تلبيس وابليس. وكين اللي عنده منطقة تفكير. لأسباب كثيرة ومتعددة. كدخل الانسان كيتصاب بالاحصاب. دي في غيس كتلقى مرض معدي كيتنقل من الجهة الجهة. اللي كيريح مع صحاب الاحباط وما عنده شويقايا كيتصاب بالاحباط. كين اللي عنده العين كدر عليه نعمة او العائلة دي لو كدر نعمة. شروا منزل كبير. شروا سيارة فارغة. دروا عرس كبير. الفرحة عمت على الجميع. العين تصيب العائلة. شكل كيتخلصهم واحد. واحد في العائلة كيتسمى العشور. دم محلو. هو اللي كتشد في العين. وكيتصاب بهذا المرض اللي هو غريب جدا. وكين لله يحفظ نوائيكم عنده غير الوسواسة. عنده وسواس خناس تسلط عليه. كيتسمى تسلط الجني على الانسي. تيتسلط عليك واحد الوسواس. الارواح الخبيثة. هو مربح البشار. كيتلقى واحد كيتسلط عليك خصيصا جين عندك انت بالضبط. وكيتسلط عليك وكيبقى معاشرك. وكيبقى يزنالك في ودنك. كيزنالك في ودنك. كيقول لك واحد الراس كيقول ليك كذا والراس يقول ليك كذا. وكتجيك افكار وكتجيك خيالات. وكتجيك وسواس. وكيدخل الاعصاب. وكي الله يحفظ نوائيكم مشكلته فقط مع نفسه. انه منطق تفكير ديالو. منطق تفكير اه 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 ما عندوش حصارات. عندو ما يسمى بالتفكير الغير المنقطع. كيبقى الفكر عندو بحل روبيني. احنا عدنا التفكير دينا بحل روبيني. كنحلوه اللي بغينا وكنسدوه اللي بغينا. كتتحكم فيه. بديت بديت توقفو كتوقف التفكير. بيتخليه غير نقطة نقطة كتخليه. بديت تجهدو كتجهدو. انت كتحكم. لكن الناس اللي عندهم الاعصاب. عندهم التفكير الغير المنقطع. يبقى يكب. ومن البعض كيتكترع عليه الافكار. وكتتراكم في الدماغ ديالو. وكيشعر بان لي فيزيبل ديال الدماغ يتحرقو. العلاج سهل جدا. هو الاسباب كثيرة ومتعددة ومعقدة. ذكرنا فقط بعضها. وإلا فان الاختصاصيين من اهل الطب النفسي يعلمون الشيء الكثير. عن الاسباب والمسببات. والعلاج قد يكون طويل. وقد يكون مكلف. لكن العلاج الايماني الرباني سهل. ميسر ومجانا. كيف ذلك؟ هو ان الانسان قيبدا في تنمية العقيدة. الاشتباحنا في اول حلقة كان بدو بتفسير القرآن الكريم. رادرنا اصلا باش نربيه العقيدة في قلوبنا. نبني العقيدة من القرآن الكريم مباشرة. مش نقلبه على اراء العلماء. واراء المفكرين. واراء الفرق الكلامية. لمشوا مباشرة الى القرآن الكريم. وإلى سنة النبي الكريم المطهرة. ما تسمى كتبنيه العقيدة. ملي كتبنيه العقيدة في قلبك. بها الشجرة. عندها مجموعة دي الاغصان الوارفة. ومن ثم تستطيع ان يكون عندك حسط حصين. تحجم تشد فيك. الوسواس كي بغي يدخل عندك يلقى عندك شجرة قوية. كيدخل عندك العين دي البشار والحاسدين ما كيشد فيك والو. الدنيا كتبغي تغلبك بمشاكيلها سرعانا ما تقلب الصفحة. ما كيشد فيك والو. تربيط العقيدة في النفوس وفي القلوب. تتخلي بان عندك نفسية قوية. حتى وكي لعب على العقيدة المدبدبة. فليذا ان شاء الله كنت نطلب الاخوان ديانا والاخوات اللي عندهم الاعصاب. اللي عندهم الوسواس. اللي عندهم الاكتئاب. رأى العلاج. رقم واحد. وهو بناء العقيدة في النفوس. وكيف نبنيها؟ نبنيها من خلال التأمل في كتاب الله. ان شاء الله متسلسلين. في قراءة صور القرآن. وذلك الاحداث. المتتالية. دي الكلام الله عز وجل. في قصص الانبياء. وقصص المرسلين. والاقوام السابقين. وفيما يأتي ان شاء الله في الباعة والنشور. والحياة المستقبلية. تحسب انك بان حياتك طويلة وعريضة. حياتك مشي في القرآن العشرين. لا حياتك طويلة حياتك تمتد منذ القدم. وتستمر الى مال نهاية. كتخليك تشعر بوحدة عقيدة قوية تحميك من كل الافات. كتحسب ان عندك وحدة نفسية قوية لا تهزم. ولا تتزازع. اي نعم احنا ضعفة. ممكن ضعف واحد اللحظات. ولكن ما هي الى لحظات. سرعان ما تعود الى القوة من جديد. فاسأل الله الكريم لك اخي محمد ان يشفيك ويعفيك ويداويك ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية. اسأل الله تعالى ان يزيل عنك هذا المرض للأعصاب. ويرزقك التبات. ويرزقك اليقين. ويرزقك الحياة الطيبة المستقرة. اللهم امين يا رب. وإياك والخوف. الخوف لا يكون الا من الله. حتى الوسواس يخوفك. الخوف المرضي. كلنا نخاف. لكن خوف عادي طبيعي. نخاف من الفقر. نخاف من المرض. نخاف من حوادد السير. هذا الخوف طبيعي. رب يعطيه لنا بحال الفراميل. باش نحمي نفسنا من الخطر. لكنه اذا زاد عن حده. يصير خوفا مرضيا. الخوف المرضي. كيتمثل ان انسان يخاف من الفقر. كيتخير دائما الفقر جاي. او خف من الظلام. او الخوف من اللي جين. او الخوف الخوف من المستقبل والكثير عنده الخوف من المجهول كتقول لي غير قل لي مناش خيف أقول لي مناش خيف سأقاتل ذلك خوفك يقول لي لست أدري يخاف من المجهول الخوف باش كنحيدوه هو بالخوف من الله وحده لا شريك له إذا خشيت الله تعالى وحده لا شريك له فإن غيره سوف يخشيني اخشى الله يخشك الخلق وربنا سبحانه وتعالى وضع دي المعادلة فأسأل الله الكريم أخي محمد أن يزرع في قلبك الطمأنينة والسكينة وينزع من قلبك الخوف له غير مجرد وسواس خناس الذي يوسبس في صدور الناس أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويحفظك ويرعاك ويقويك اللهم آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة